بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ما عليش شي بس عشان ايه? من الجي ايه ده. حياة حقيرة كده في وفي بتاعها. دلوقتي دل ملأف اللي انا عمعته لك اولا. هتفكوا من كده. تخش فيه. تلاقي دل الحير اللي عندي. اللي هي اه ارزلو سيكس ده وتشيل وده يسيد ارزلوف وده ترانسفورمر. خلاص? انا اخدتهم ازاي? ده برضو معلومة لنفسك اللي عادك. بتروح انت على السورس بتاع البرنامج في السي وتلاقي حاجة اسمها اللي هو اه جي اي باور مانجمنت وتخش هتلاقي اي ملف روت يو ار اس وهو ده الملف بتاعي عنك. انا عندي طبعا مشكلة مش عارف ليه اه الحاجات دي مفشخها نصين. راح في ناحية في كل حاجة في ناحية. معا ان الاصل المفروض تلاقي هنا في بجا تقش على البابليك اه دوكمينت. ده هنا اهل باور مانجمنت. الانشباد مش موجودة هنا عادلها هنا تعريبا. ده ده اعمل نشوف هنا معوجودة. عندي هنا تي سيكستي سي بي بي. عاوزة كباسة ولا ادهولك ممكن. بس ده بتاع البافلو. ولو ده الجاموسو اللي كان هنا. لكن السديجي بتاعي معرفش هو بتحط فين. كنت انا شغال عليه. بس معرفش ان بتاعنا عنده فين. ما علينا. اه. انت اخذتهم ومحطتهم كلهم في ملف. تعمل لوقتي بقى. بتفتح الانر فيستا لو عندك الانر فيستا كده بالشكل ده. عادي دي يزي طب. البال كده وتخش على اليوار. او شعف ادينا تلك ما علي كده. ما علينا. وليه في البال كامل الفارغ ده. او لو انت عندك اليوار كده. تفتح مباشرة من هنا. يعني تيفل ده كده. ادي طريقة او يبقى عندك اليوار مباشرة كده. استنى بس لما ينسى انه مفتوح. بيفتح تمام معك كده بالشكل ده. تروح على عن ديفايس. طبعا الفايل عندك افلاين فلازم ما يفتح افلاين مش اونلاين. فتقوله اد ديفايس فروم فايل. وتروح على وراح فين الفايل. او. تمام. وتقول له. وبتدخل بقى الفايل اللي انت عايزه. تمام? لانا عندي ده موجود اساسا. خلاص. فولي اكون اتاكه على ده. اي حاجة. وتقول له اوبين. فبيحمل ويجي لك في بتاعك. طبعا هو عندي. لكن هو احمله برضو اكتاني عندي دين او. اعمل دوبليكيت او. خلاص. وتبدو تفتحه. تتعمل معه. عادي جدا. وشوف ستنكله عليه. لو انت بقى عندك اليه. اونلاين متوصل معك. يا ميحمل يا ربنا ادي انت عب السلام. تمام? تبدو تشوف بقى اللي انت عايز من هنا كل حاجة عندك. طيب. داوت ستباس انك ده لانلاين بتاعك. بتفتح الانلاين. تمام? انت اه اتعرف ديفايس جديد. ديفايس طب. وتقول له اد ديفايس. وتدخل البرامتر بتاعتك اللي انت عايزها. لو هو اونلاين. طبعا بتبقى اسهل بكتير. تسمي بتاعك وتسكريبشن ده شغلته ايه بالزبط. بتختر الكالر كود بتاع اللي انت عاوز الاشكال دي. زمان اختار ازرق واحمر واتسويت. خلاص. وتقول له الانترفيس بتاعه. اذا كان سريل او ما لخلافه. وتقول له ريد اوردر كود. فهو اوتوماتيك بياخد الوردر كود بتاعك. والفيرجن دي بتاعتك. على حسب لو البيتريز مزبوطة كل حاجة مزبوطة. طب لو انت ما عندكش ديفايس اونلاين وعاوز تتعمل الشغلة دي. بتحط الوردر كود اللي هو مكتوب لك هنا في الوفلاين. والفيرجن بتاعه وتقول له اوكي بيطلع لك هنا. طبعا انت عملت الااا عملت الكلام الفردة كله. وعاوز بقى تبعد سيتنج ده. طبعا بتلكي مين. وتقول له. لو راح فين. رايت سيتنج دوفايس معلش. وبتختار الديفايس بتاعك. انا وفضي يحمل. تمام? تختار الديفايس اللي انت عايز تبعت عليه. وتقول له سنت. بيبدأ يحمل لك كل الداتة الوفلاين دي. على الرليا اونلاين. ولو اونلاين هيمرزح عليك على طول فوش على طول مرة احدا. لاحز انت اا ما تفتح رليا. لو فتحته مباشرة هنا كده. مهما كان اللي عندك بيطير ويكون اللي موجود هو اللي موجود على رليا. تمام? طبعا اشان تبقى واضحة معك. بتخيلش مسما تفتح مش عارف ايه هتلاقي اللي عملية هي سابتها بتتغير. لكن ده اللي سابت معك الوفلاين. ماشي هندسة. ربنا يعينك ويعينة. لو ما عايشش بس احنا على اللي حصل بلكده. انا كنا نفكر بنا برنامج زي العادي يعني. زي زي رجية. ممكن اعمل لك اكسبورت وامبورت ملفة عدية. لك اديك شفت اللفة. فزورنا. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.